إذن ننتقل مشاهدين إلى مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي أفغالاند خذنا السلاح ويرمينه من مكان إلى مكان رأيتهم يحاربون من بلد إلى بلد بجهودهم منعوا تقدم العدو إلى عمق دولة إسرائيل وقطعوا قدرته ومنعوا قدرته على الأذية الآخرين وبعد ذلك بعد 24 ساعة انتقلنا إلى الهجوم بالنيران وهذا هجوم قوي جدا وقاتل يتم من الجو والبر والبحر وتضرب الأنفاق والمقرات تصيب الحفر وبغرف الاتصال وبالمخربين ولكن الموجودين في الميدان والذين يديرون عملهم هذه الحرب دقيقة فتاكة وكوية أعرف بأن واجبنا أن ننجح في هذه الحرب أن ننتصر وهذا هو المثاق الغير مكتوب بين حكومة إسرائيل وبين الجمهور في إسرائيل وأنا من واجبي كوزير للأمن وأنا مسؤول عن منظمة الأمن وجهاز الأمن أن وصلنا بأن ننتصر في الحرب ولكي يستطيع المواطنين في إسرائيل الحياة بهدوء كما يستحكون نحن نضرب النار ونخلق الظروف للمعركة وسأتي مراحل إضافية نحضرها وسوف ننفذها أنا مصر على أن أجلب الانتصار ستكون لهذه الحرب هذه الحرب تدار من قبل أفضل الناس لدينا جيش الدفاع الموساد الأمن العام كل الأطراف تنصق بينها كل من يعملون في الجبهة الداخلية أيضا وزارة الأمن التي تعمل أيضا في الخلفية وكل موضوع المخطفين والمفقودين والموضوع الإنساني كوزير أمن أرى نصب عيني هدفا واحد فقط أن أجلب وضع تنتصر في إسرائيل على هذا الوضع الشرير السيء على الشر على حماس هذا التنظيم الداعشي في غزة وحصل شيئا آخر في هذه الحرب شيء لم نره سابقا لدينا أكثر من 200 مخطوف أسرى ومفقودين ولأسف فقدنا أيضا 1400 مواطن وجندي في هذه المعركة أنا كأب وكجد وكابن لنجي من المحركة أفهم وأتألم جدا من الثمن البهض جدا لأولئك مساقطه في الحرب ...معركة הביטחון כולה לעשות كل مأمץ على ملات להשיב את החטופين إلى مشפחותיהם זו חובה העליונה שלי لצד המאמץ של ניצחון מוחלט במלחמה حدثنك هذا لم يحصل في إسرائيل كل سنوات وجودها الـ 75 ما سيحصل في الـ 75 السنة القادمة يتعلق بقدر كبير بالإنجاز الذي سنصل إليه في هذه الحرب لذلك أقول لكم لا مناص ونحن سننتصر لأنه لا توجد أي إمكانية أخرى إما نحن أوهم شكرا إن كانت هناك أسئلة تفضلوا إذن كانت هذه كلمة لوزير الأمن إذن مشاهدين تابعنا كلمة وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت والذي قال إن العمليات في غزة تجربة تنصيق بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية وقال نتحضر للمراحل المقبلة من العمليات في غزة ومصرون على تحقيق النصر قال لا تدار هذه العملية والحرب من قبل أفضل من لدينا سواء الجيش أو المساد وغيرهم من الجهات قال أيضا تحدث عن أن العمليات في غزة تجرب التنصيق بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية نعود للمؤتمر السحفي لوزير الدفاع الإسرائيل هناك ثمن بالأرواح البشرية قال شيء ولم يكن بوضوح أن أثمان حياة الناس هي الحماس وليس الجمهور الفلسطيني هذا الثمن سيكون أعلى بكثير لديهم وسوف يقتل أشخاص أبرياء ولكنهم سيتأذون بالأساس لأن حماس موجود بينهم إذن كنا نستمع لوزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت في هذا المؤتمر الصحفي الذي يتحدث عن العمليات في غزة والتي يقول أن تجرى بالتنصيق بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية وقال نتحضر للمراحل المقبلة من العمليات في غزة ومصرون على تحقيق النصر قال أيضا أن هذه العملية تدار من قبل أفضل من لدينا سواء من قبل الجيش وزارة الدفاع الموساد وغيرهم ترجمة نانسي قنقر